من طرابلس ينضم إلينا زياد الورثة لمراسل الغد إذن زياد أهمية المعبر بالنسبة لليبيا وما هي استعدادات الجانب الليبي لاستعادة مرة أخرى التبادل التجاري مع الجزائر نعم هبا كما هو طبعا ورد من قبل الحكومة الجزائرية وسيد عبد العزيز جراد وأعلنت بشكل عام السلطات الجزائرية عن فتح معبر الدب داب يوم أمس الخميس طبعا هذا المعبر يمثل أهمية اقتصادية كبيرة للبلدين وخاصة الجانب الليبي وتحديدا منطقة الجنوب ومنطقة غدامس التي هي في تبادل تجاري مستمر مع الجانب الجزائري عن طريق هذا المعبر طبعا بالنسبة للسلطات الليبية ربما ما زالت لم ترد حتى الآن حول الجانب الأمني وتشديد الحكومة الجزائرية وإحاطة الحكومة الجزائرية الجانب الليبي لكي يتم تأمين المنتقلين بين ليبيا والجزائر لنقل البضع طبعا قفل هذا المعبر سنة 2014 عندما شهد الغرب الليبي وتحديدا العاصمة طرابلس مواجهات وحرب دارت وأدت إلى ربما تحطيم مطار طرابلس الدولي بشكل كامل أيضا ظهور بعض الجماعات الإرهابية في الجنوب الليبي وعلى الخط الحدودي مع الجزائر مما أدى إلى قفل هذا المعبر منذ تلك الفترة وتسبب قفل المعبر طبعا بأزمات كبيرة في الجنوب الليبي ربما يعلمها الجميع ولكن الجميع يثني على هذه الخطوة التي قامت بها الجزائر مؤخرا وأيضا رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الجزائري خاطب وزير الصناعة الجزائري لكي يتم فتح المعبرين معبر مع ليبيا والآخر مع تونس أشكرك شكرا جزيلا من طرابلس كنت معنا زياد الورفل لمراسل الغد ترجمة نانسي قنقر